أتحدث في أجواء نادراً ما تجتمع مع بعضها يعني أنا أقول في أقل من عشر تيام يخوض الأهلي أربع مباراة أهم من بعض تجاوز ثلاثة منها بنجاح أهمها طبعاً فوزه على منافسه التقليدي نادي الزمالك 3-0 فوز كبير هنتحدث بقى عن الشغل اللي سابه الفائز وتحاول الخاسر إلى نجم الحفلة بزكاء شديد تم تحويل مصار بدل من الاحتفاء بفوز الأهلي الحديث عن أسباب الهزيمة المشرفة لفريق نادي زمالك والبداية الناجحة لمداربه الجديد إيهاب جلال وهذا زكاء أنا بحسد المصرشار مرتضى منصور عليه لأنه دائماً يستطيع أن يحاول مجرى الأمور إلى صالحه ويعني هو يخرج بأقل خسائر وهذه يعني تحسب له بجد يعني رجل زكي جداً 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 أنا أول ما قال عرض أربع للبيع عرفت اليوم حيمشي في نسك حيمشي في سكة الأربعة ويسيبه سكة الثلاثة فأولاً هذه واحدة ثم يسافر الأهلي ليأخذ مباراة شديدة الأهمية ببطولة ربما تفوق أهمية هذه المباراة لأن الدوري مباراة النفس الطويل تستطيع أن تتدارك تعادل أو خسارة ولكن في السوبر ليس بضرورة أن تكون الأفضل وتفوز ترجمة نانسي قنقر